سؤال ليه؟ الانتحار حرام في وقت ما فيش علاج غيره والشخص واقع في مشاكل مش عارف يخرج منها ومستعبد ومزلول ومهان مش من حقه يقول لا للغلط اللي بيشوفه وبيطبق عليه وعايش مش حاسس بأمان ولا في سلام وحتى الأباء زهقوا من مشكلته وبقى يتهربوا منه ليس هناك مشكلة تتحل بمشكلة أو مرض نعالجه بمرض أو أزمة نحلها بأزمة يعني اللي عنده مشكلة والوصف دوت ومشاكل مش عارف يخرج منها ومستعبد ومزلول ومهان ومش عادر يقول لا للغلط وعايش مش حاسس بأمان ولا في سلام والأباء زهقوا من مشكلته ويتهربوا منه مش حالجها أن الواحد ينتحر لأن الانتحار معناها قتل واللي بيقتل دي جريمة ده اللي بيقتل ويتقبض عليه تحط في السجن جايز عنده فرصة يندم على اللي عمله ويتوب وأبونا يزوروا في السجن ياخدوا اعترافاته ويتناول ويقضي فترة السجن في توبة أو على الأقل لو حكم عليه بالإعدام ما بين جريمته وما بين تنفيذ حكم الإعدام عنده فرصة للتوبة لكن اللي موت نفسه ده هعمل خطيئة ملحش يقدم توبة عشان كده جايز يكون الانتحار أصعب من القتل لما حد بيقتل حد تاني شيء بشع مش حال بقى لما يقتل نفسه تقول لي بس ما هو الواحد ما عندهش حلول فيش حاجة من غير حلول قد يكون الانسان اللي بيوصف المشكلة دي عنده تعب نفسي تعب النفسي علاجه إن أنا أروح لدكتور نفساني وأقول له أعمل إيه فيه علاجات وفيه طريق لحل المشاكل لكن مش إن الإنسان ينتحر ابعدوا عن الفكرة دي خالص لأن في الحقيقة كتير من الناس يبعثوا نفس السؤال ليه الانتحار غلط ماها خطيئة زي ما بنقول القتل خطيئة الانتحار ما هو قتل شكرا